السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم وحياكم الله أبنائي وبنات الطلاب معنا في حصة القرآن الكريم للصف الثالث الابتدائي قرأنا سابقا سورة المنافقون وخصصنا هذه الحصة بإذن الله لمراجعة السورة مرة أخرى بشكل كامل نريد في هذه الحصة أن نقرأ السورة بإذن الله قراءة صحيحة خالية من الأخطاء لذلك الحصة مهمة جدا أتمنى الجميع بإذن الله يستفيد من هذه المراجعة إذن كما ذكرت مراجعة سورة المنافقون كاملة من بدايتها من الآية الأولى وحتى الآية الحادية عشر في بداية الحصة وكما تعودنا دائما نتذكر سويا آداب تلاوة القرآن الكريم وتذكرون أول أدب قلنا ما هو أحسنتم إذن أول أدب من أداب تلاوة القرآن الكريم هو الوضوء نتوضى قبل أن نمسك المصحف الأدب الذي يليه أحسنتم قلنا الاستياك إذن استخدام المسواك أو فرشاة الأسنان لنظافة الفم الأدب الذي يليه ما هو أحسنتم إذن الاستعاذة والبسملة قلنا إذا قرأنا أي سورة من بدايتها نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن إذا قرأنا أي آية أخرى من غير البداية الآية الثانية أو الثالثة قلنا نكتفي بالاستعاذة ونقول فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم الأدب الذي يليه ممتازين قلنا الترتيل دائما نقرأ بترتيل وبصوت جميل بعد ذلك قلنا الخشوع دائما نحاول أن نقرأ في مكان هادئ ومعد للقراءة حتى نتمكن من الخشوع ونتمكن أيضا من التدبر والتفكر في الآيات التي نقرأ إذن استعرضنا بشكل سريع أداب تلاوة القرآن الكريم ونلتزم بها عندما نقرأ بعد قليل بإذن الله أيضا نتذكر تنبيهات عامة قلنا مهمة ومطلوبة منا في حصة القرآن الكريم أول أمر مهم قلنا ما هو ممتازين قلنا احتساب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى نحن معجرون باحتلاوتنا للقرآن الكريم لذلك نحتسب هذا الأجر من عند الله الأمر المهم الذي يليه ما هو أحسنتم إذن المتابعة في المصحف مهمة جدا قلنا يكون موجود معنا المصحف في أثناء الحصة نفتح على السورة الموجودة أو السورة التي نقرأها نتابع في فقرات الاستماع وأيضا نتابع في المصحف عند قراءة السورة إذن المتابعة مهمة جدا الأمر الذي يليه أحسنتم إذن النطق الصحيح دائما نقرأ الآيات وننطقها بشكل صحيح لذلك نستمع دائما بشكل جيد حتى نقرأ بإذن الله قراءة صحيحة بعد ذلك ممتازين قلنا القراءة بتمهل عرفنا أيضا أنها من الأمور المهمة دائما نقرأ القرآن الكريم بتمهل إذن ما نستعجل في التلاوة نقرأ بتمهل حتى نتمكن بإذن الله من القراءة بشكل صحيح ومن نطق الآيات بشكل صحيح الأمر الذي يليه ما هو أحسنتم المحافظة على المصحف دائما نضع المصحف في مكان نظيف ونحافظ عليه من التمزق ومن التلف الأمر الأخير المهم ما هو ممتازين قلنا المراجعة المستمرة كما نعمل في هذه الحصة نحن نراجع باستمرار سويا من خلال الحصص كذلك أنتم في المنزل مهم جدا أن تراجعوا بشكل مستمر عرفنا برنامج مفيد جدا يساعدنا في المراجعة وفي المذاكرة وهو برنامج مصحف مدرسة التعليمي يحوي العديد من القراءة والعديد من المميزات أتمنى الجميع يستفيد من هذا البرنامج المفيد والجميع إذن سورة المنافقون أتمنى الجميع يفتح على السورة نستعد للاستماع نستمع بإذن الله بعد ذلك نقرأ سويا جاهزين؟ إذن نبدأ على بركة الله إذن نستمع لسورة المنافقون من الآية الأولى وحتى الآية الحادية عشر ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ممتازين يعطيكم العافية إذن استمعنا سويا لسورة المنافقون الآن سنقرأ بإذن الله مهم جدا كما اتفقنا في بداية الحصة أن نقرأ على مهل نتابع في المصحف أثناء التلاوة وأيضا نرتل بقدر المستطاع جاهزين؟ إذن نبدأ على بركة الله نقرأ سورة المنافقون كاملة من بدايتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ إِتَّكَذُونَ إِتَّكَذُونَ ترجمة نانسي قنقر 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 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ترجمة نانسي قنقر 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 ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ممتازين يعطيكم العافية نريد الآن أن نستمع مرة أخرى لسورة المنافقون إذن الآن سنستمع ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ممتازين الله أعطكم العافية إذن وصلنا سويا لنهاية الدرس رجعنا خلال هذه الحصة سورة المنافقون كاملة من الآية الأولى وحتى الآية الحادية عشر الله أعطكم العافية شكرا لكم على حسن استماعكم وحسن متابعتكم وبإذن الله أراكم على خير في أمان الله